طبعاً نحن بنتحدث عن هذا الحدث العالمي ويانا اليوم المستشار الإعلامي والمدربة الدولي دكتور أحمد طقش يهلا ومرحبا بك دكتور ويانا في مرسل المعات سهلا ومرحبا حياك الله بارك الله بكم يعني بصفتك إعلامي وأمس ماشاء الله حضرت في فعاليات مؤتمر كونغرس العالمي الإعلام فخبرنا كيف كانت تجربتك وحضورك في هذا اليوم شو ملاحظاتك والله يا لها من مفخرة يعني يوضع هذا الكونغرس كتاج على رأس أبو ظبي العظيمة أمنا العظيمة دائماً يعني لماما للشمل دائماً أبو ظبي أمنا العظيمة هي همزة وصل بين إذا بدك كل عواصم العالم العربي من زمان بس الشي اللي أنا شفته مبارح أنه هي همزة وصل بين عواصم العالم فعلا وأفكار العالم كل العالم لنضاف تعالوا لعنا نحن ما بقى بدنا إعلام الإشاعات والتخروصات والما بعرف شو قررت أبو ظبي وأنا أشده على أيديها الجميلة أنه تفتح عصر جديد يعني أنا كنت مبارح وكأنه في عرس يعني هو عرس حقيقي الحقيقة أنه نقول يا جماعة بدنا إعلام نظيف بدنا إعلام صادق بدنا إعلام أمين بيكفينا المواضيع التانية لأنه أخدتنا لأماكن تانية إذا بدك المجتمع العربي أو العالمي يتطور بدنا إطير بجناحين جناح الإعلام وجناح التعليم وكان أفضل سقر ينطير على أجنحته بهدوء وسلامة وسعادة هو سقر أبو ظبي فعلا أستاذ أو دكتور ذكرت أن في مصطلح يديد أنت في الوردة أو أنت اقترحته وهو الإعلام الأبيض خبرنا أكثر من وين طلعت بهذا المصطلح وليش هو يرمز وليش بالذات عقب الكونغرس قررت أنك تطلق هذا المصطلح والله أنا كنت مفكر أنه يعني صوت باريس أعلى أطلقته في باريس الإعلامي الأبيض بس لما حضرت الكونغرس قلت لحالي الصوت بيكون أعلى من أبو ظبي وبيودي أكتر ويبينسمع أكتر شعلا الإعلامي النزيح الإعلامي اللي عنده رؤية باتجاه الشهرة الخضراء مش شهرة الحمراء الشهرة الحمراء اللي أنا ما رح أحكي عنا قذف تشهير كذا كمان أنا رح مارس الإعلامي الأبيض أنه ما أجتمع لحدا نحن بدنا الشهرة الخضراء شو هي نفع الناس أنت إعلامي شو مهمتك وما من كاتب إلا سيفنا ويبقى الدهر ما خطت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أنت راه إعلام النبالة إعلام الأصالة الصنع الإماراتي اللي تربين عليه الإعلامي الصادق والأمين والنزيح في نقل المعلومة دون إضافة ودون حزف لأنه لما كان فيه إعلامي غير أبيض أدى إلى الحروب نحن عنا الإعلامي الأبيض اللي أطلقته أبو ظبي مبارحه اليوم وبكرة إن شاء الله إعلامي حب سحبنا الراء وصف الإعلام أنه كل البشرية تيجي لعنا أكبر تاج على رأس دولة الإمارات من ست ساعات أطلقوه بيوام ميثاق التسامح ونحن اليوم 16 إدار يوم التسامح يأتي العالم كله من أوروبا وأفريقيا وأسيا وكل العالم يأتي لأبو ظبي وقالوا تعالوا نعمل ميثاق التسامح طبعا مهنن أبو ظبي اللي قال تعالوا نعمل ميثاق التسامح لوكالات الأنباء والإعلام وأطلقوا مجموعة عشر نقاط لن أذكرها بتحرد على المحبة واللطافة والهدوء والزوق والأدب وعدم نشر الفاحشة في المجتمع فعلا يعني دكتور هذا ما ننشده نحن في الإعلام ونحن أنا عبير ننضم صوتنا لصوتك وأكيد كلنا مع هذا الميثاق العالمي اللي بيوحد الجهود في الإعلام بالتسامح اللي أكيد متعودين على في دولة الإمارات الدكتور أحمد طقش كل الشكر لك على هذه المعلومات حياك الله يا سيدي نحن في خدمة الإمارات يا مرحبا اشتركوا في القناة